عزاء الطلاب ناتيب على ذلك إلى السالبية الكهربائية ما المقصود بالسالبية الكهربائية؟ المقصود بالسالبية الكهربائية هي قابلية الذرة لقذب إلكترونات المشتركة بين ذرتين أو قابلية الذرة أو إحدى الذرتين لقذب إلكترونات الرابطة المشتركة فلنفترض بأن لدينا الهيدروجين الهيدروجين H2 فالهيدروجين عنده رابطة بين هيدروجين وهيدروجين إلكترون إلكترون لاحظ هنا بأن هذا الجزء يحتوي على ذرتين متشابهتين إذن معنى ذلك بأن طاقة أو قوة القذب لكل الذرتين متساوية أو قوة الشد يعني هنا القوتين متساويتين لأنهما من نفس النوع بينما عندما يكون لدينا مثلاً HCL نجد عندما نريد أن نمثل الإلكترونات هنا إلكترون واحد من الهيدروجين مع إلكترون من ماذا من الكلور نجد بأن الإلكترونات الرابطة سوف تنجذب وسوف تقترب من ماذا من ذرة الكلور لذلك الإلكترونات الرابطة سوف تكون الأقرب إلى ذرة الكلور لماذا أقرب إلى ذرة الكلور لأن لديها قابلية لقذب الإلكترونات لديها قابلية أكبر لعملية نزع الإلكترونات والثبات والوصول إلى حالة الاستقرار وبالتالي مرة أخرى نقول السالبية الكهربائية هي قابلية الذرة على قذب إلكترونات الرابطة المشتركة إذن لا بد أن يكون بيننا رابطة لا بد أن يكون في المركبات هناك عملية تنافس بين إلكترونات الرابطة في القزيئات أو في المركبات العالم الذي وضع قياس رقمي طبعا السالبية الكهربائية لها مقياس وهذا المقياس يسمى بمقياس باولينغ العالم الذي وضع قياس رقمي للسالبية الكهربائية هو العالم ليينوس بولينغ وتم حساب السالبية الكهربائية لجميع العناصر وتم التعبير عنها ننظر الآن إلى قيم السالبية الكهربائية عزائي الطلاب لاحظ هنا الهيدروجين 2.1 الليثيوم 1، البريليوم 1.5، 2، 2.5، 3، 3.5، الفلور 4 إذن هنا وجدنا بأن كل العناصر لها قيم في السالبية الكهربائية ماذا يعني سؤال؟ لو طرحنا لكم العزاء الطلاب هذا السؤال ماذا يعني أن السالبية الكهربائية لعنصر الكلور في مقياس باولينغ يساوي 3 ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك بأن الذرة تحتاج إلى قوة مقدارها باولينغ طيب طيب بالخطأ بالخطأ يمكن كتبتها خلاص بالنطقة أتوقع يكفي بالنطقة طيب إذن وقدنا بأن القيم هناك قيم اعتمدها العلماء للسالبية الكهربائية وبالتالي العالم الذي وضع مقياس للسالبية الكهربائية اسمه العالم العالم باولينغ العالم ينوس باولينغ هو الذي وضع مقياس السالبية الكهربائية تم حساب السالبية الكهربائية للعناصر والتعبير عنها نلاحظ مثلا السالبية الكهربائية للهيدروجين 2 للليثيوم 1 البريليوم 1 ونص البورون 2 وهكذا كل هذه تعتبر قيم سالبية كهربائية ماذا يعني أن السالبية الكهربائية للكلورة تساوي ثلاثة حسب مقياس باولنج معنى ذلك بأن قابلية هذه الذرة لقذب إلكترونات الرابطة المشتركة يساوي ثلاثة حسب مقياس باولنج إذن قابلية الذرة لجذب إلكترونات الرابطة المشتركة يساوي ثلاثة حسب مقياس باولينغ طيب نأتي إلى الآن تدرّق قيم السالبية الكهربائية واضح تدرق قيم السالبية الكهربائية في المجموعات وفي الدورات نلاحظ هنا بأن السالبية الكهربائية في الدورة كلما اتقهنا من اليسار إلى اليمين تزيد السالبية الكهربائية وفي المجموعة كلما اتجهنا من الأعلى إلى الأسفل نلاحظ بأن السالبية تقل إذن ناتي إلى تفسير ذلك في الدورة من اليسار إلى اليمين أعزائي الطلاب فإن السالبية الكهربائية تزداد بزيادة العدد الذري وفي المجموعة من الأعلى إلى الأسفل فإن السالبية الكهربائية تقل لذلك نجد بأن أقوى العناصر في السالبية الكهربائية هو عنصر لفلور وأقل العناصر في السالبية الكهربائية هو عنصر الأفار فرانسيوم تفسير التدرق أو تفسير الزيادة والنقصان في السالبية الكهربائية نقول تزداد السالبية الكهربائية في الدورة بزيادة العدد الذري لماذا؟ لأن نصف القطر الذري يقل وبالتالي تزيد قوة قذب النواه للإلكترونات إذن السالبية الكهربائية مرتبطة بنصف القطر فعندما تقل نصف القطر أو يقل نصف القطر تزيد السالبية الكهربائية إذن علاقة بينهما علاقة طردية تقل السالبية الكهربائية في المجموعة وجدنا بزيارة العدد الذري لماذا لأن نصف القطر يزيد إذن مرة أخرى نقول بأن العلاقة بين السالبية الكهربائية وطاقة ونصف القطر علاقة عكسية لنأخذ مثال على ذلك على السالبية الكهربائية العنصر الذي له أعلى سالبية كهربائية في القدول الدوري يعد أيضا عنصر له أعلى سالبية كهربائية هل يعتبر أكبر عناصر دورته من حيث الحجم من حيث الحجم هل يعتبر أعلى عناصر مجموعته من حيث طاقة التأيين هل يعتبر يكون روابط تساهمية هل نصف القطر الذري له أكبر طبعا خطأ أقل إذن هل في الخيار الأول أكبر عناصر دورته من حيث الحجم طبعا لا أقل العناصر من حيث الحجم إذن هو أيضا أعلى عناصر مجموعته من حيث طاقة التأيين دائما العلاقة بين السالبية الكهربائية وطاقة التأيون علاقة طردية فكلما زادت السالبية تزيد طاقة التأيون في الدورة وكذلك الحال بالنسبة للمجموعة الرسم المقاور سؤال رقم 2 الرسم المقاور يمثل قيم السالبية الكهربائية لأربعة عناصر في القدول الدوري أعطيت الرموز الافتراضية A و B و C و D البديل الذي يمثل العناصر التي تعبر عنها هذه الرموز لاحظ عزيز الطالب هنا بالنسبة للرموز عندي A أعلى سالبية كهربائية ثم C إذن هذا رقم 1 ثم C رقم 2 ثم B رقم 3 ثم D في السالبية الكهربائية رقم كم رقم 4 طيب هنا وش يريد هو يريد أي من الخيارات يمكن أن تمثل رموز العناصر عندك مثلا الخيار ألف يعني عندي وش هي العناصر الافتراضية عندي الأمجي وعندي الأي أس وعندي اللي هو الأكسوجين وعندي النيتروجين طيب معنى ذلك الأكثر في السالبية الكهربائية كما نعلم بأنه الأكسوجين لأنه يقع في ماذا على يمين وفي الأعلى الأكسوجين يقع على اليمين وفي الأعلى إذن هو أول واحد إذن الأي هو أكسوجين ثم C يأتي ثانيا وهو عبارة من عن عنصر النيتروجين السي نيتروجين إذن هنا إذا مرة أخرى إذن السي نيتروجين إذن C نايتروجين وقلنا A بأنها عنصر الأكسوجين إذن عندما نأتي للخيارات أصلا في الخيارات موجود A عندك خيار واحد الذي هو حال الأكسوجين في الخيار B فقط الذي هو الأعلى في السالبية الكهربائية ولكي نتأكد من ذلك نجد بأن العنصر C هو النايتروجين إذن الإجابة الصحيحة سوف تكون هي الإجابة B وبالتالي هنا يجب على الطالب في أثناء مثل حل هذه المسائل أن يضع القدوة للدوري أمامه ويشوف التدرق يضع التدرق ماذا يحدث بالنسبة للسالبية الكهربائية في الدورة الواحدة وماذا يحدث في السالبية الكهربائية بالنسبة للمجموعة الواحدة هذا بالنسبة لهذه المسائل وهذه الأسئلة هناك نماذج كبيرة كثيرة من الأسئلة ولكن الوقت يدركنا أعزائي الطلاب إلى هذا القدر ناتي إلى ختام لقاءنا في هذا اليوم على أمل أن نلتقي بكم مجددا نستوجعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة